خطوة لا على البال ولا على الخاطر عندما اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرع الجرس اللي هو اشبه بالانذار حتى يسمع بوضوح في بغداد ويمتد صدا في انحاء المنطقة وقالب هذا الانذار ما راح اشارك بانتخابات اقليم كردستان وذا ما تصرف تحالف ادارة الدولة ورد على المحكمة الاتحادية فمو بعيدة ننسحب من الحكومة الاتحادية ونخلط الشارع الى اول وما لا تالي هسا البعض يقول شنو سر قوة البيان السر يكمن بانو البارتي هو ركن من اركان العمل السياسي في العراق ومن دعائم الدولة اللي نقدر نقول عليها بوضوح انو اللعبة السياسية باتت تتسم بالاختلال والترنح وهذا معنى شيء واحد انو الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يذهب تجاه المقاطعة والانسحاب الكل اذا اصر الاطار التنسيقي على تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية اللي يقول البعض عنها بانها غير دستورية واللي توج هاي الخطوات هي خطوة عدم التزام اطراف الاطار التنسيقي بالاتفاق السياسي اللي على اساسه اتشكلت حكومة محمد الشاع السوداني لانو انسحاب البارتي من حكومة ابو مصطفى رح يعجل بنهيار سقف الشراكة وهذا السقف اتعرض الاول مرة او الاول هزة بانسحاب الصدر واعتزال العمل السياسي وقد ينهد سقف الشراكة على جدران سفينة اتلاف ادارة الدولة اذا قرر البارتي الذهاب بعيدا ولأكد هذا الكلام هو موقف الخارجية الامريكية ويونامي وموقف رومانسكي اللي نددت بالانسحاب ودعت الجميع لاحتواء الموقف قبل الطوفان الاخير